ببرشة معلم الثقافي الأثري حوش خريف رمز الأسانة والشموخ رحلتنا اليوم تهزنا إلى مدينة جيبس نحكيه على واحدة من الولايات اللي تكون الثراء الثقافي والتاريخي والأثري يزيد سيخته يكون مليان بقوة نحكيه على أول القرن التاسع عشر وقت اللي كان حوش خريف كان واحد من منازل لملك أحد أكبر أثري اليهود ويدعى خريف وهو من كبار تجار السوق الذهب بمدينة جيبس وهذا مش بالغريب وين عرفنا كبر حجم المنزل هذي والفخامة الهندسية المعمرية اللي عليه والأرويقة والسواري والأعمدة والعدد الكبير من الغرف والأبواب المزيانة اللي تكون تزيينها من الداخل ومن الخارج والمواد المستعملة كما العديد من الأدوات والعديد من المواد اللي خلينا نقوله تكون معروفة بالطبع القديمة الطبع تاريخي الطبع الأفريم الطبع اللي يكون فيه زينة من غير ما تفهمها شنو وهي فيه فيه حاجة محلها فيها فيها ريحة فيه لون فيها مطعم فيها زدى حتى روح زدى في بعض الرحيم نحكيه على ميمون اللي في عام الف وتسعمية وخمسين صادق بن علي إشناوي الشريء السراي وأصبح يستخدمه كويكلة وكانت تعيش فيه عدة عائلات على وجه الكيرا خاصة هذيك اللي كانت جيبش تجني المحصول امتاحها في فصل السيف لأنه احتفظ المسكن التقليدي بيقابس بالمعاصر والعناصر المكونة للعمارة التقليدية القديمة فإنه يمتاز ببساطة الهندسة والتواضع المواد المستعملة بالمقرر مع الدور الموجودة ببعض المناطق في تونس العزمة كتأثير وتأثير الأندلس ولا تركوا غيرهم وإن استثنين بعض الدور القديمة والقليلة واللي كانت على ملك أفرياء يقوموا وأعينهم زدى كحوش خريف وحوش الهمامي بالمنزل القديم وحوش السنوسي بجارة في المدخل المنعطف نلقا وسخيفة اللي طل على فناء المنزل وسط الحوش واللي يحوي بدوره على رواق وأكثر من هكا وحاوله تتنظم الغرفة وأماكن الخدمات كالمطبخ والمخزن وفي بعض الحالات اللاحظوا أن طابق علوي يسقي غرفة ويكون فمم تاريخ تراث معماري مزيين برشا نحكيه على طابق علوي وتكون في وسطه معه الغرف ويمتاز بالنسيج المعماري القديم بتدرجو من الأماكن العامة إلى الأماكن الخاصة حالتها نلقا من الأنهج والمنزل بعد المرور من الزقاق ولنهنين القاوة الزقاق غالبا بممر مغطي صابتا يعتبر في الواقع بمثابة فضاء خاص يحمي البلاد مدينة جيبس من الأماكن التي تتميز بالسحرها وعطورها والعراقة والحكايات الأسيرة من ثم نقاوة لثير الحنين والتداعي مع الذكرى وهو تتوغل بالكيئن في دروبها من بعد منعطفاتها منعطفاتها فولا ونحكيه على أنه تبرز عبر عدد كل هذه الهوية بتفاصيلها وألوانها ملائمة إلى أنها عناصر الوجد والانتمام من هنا يخذنا التراث إلى حوار آخر تكمن فيه وبه زد مليم حذيت وهي تتشكل معلناء كيينها وأصلتها ومرجعياتها الفكرية والإنسانية والجمالية والحضرية عموما هي المختصة عبر تعاقب الأزمنة فضاء حوش خريف يمكن من بعض الأمكان اللي ما اسمعنيش عليهم برشا من بعض الأمكان اللي انقولوا احنا أعلميا ولا تسويقيا ما هيش ظهر برشا في تونس لأنه رمز الأصالة والشموخ معلم كي من هذا معلم الثقافي والأثري حوش خريف من المعالم اللي لازم نكونوا ديمة فيقين بهم إذا من نكونوا ديمة اللي هين بهم كدولة وكسلط إشراف ولا بتبيعة كمستمعين في جيبس اللي نوجولهم تحية كبيرة خاصة اللي زار معلم حوش خريف يابع ثلنا زيدا عاليش لي بعض الصور للمكينة ذيكا واحنا بتبيعة برتجوبهم مع مستمعين على ليباش فيسبوك متعنا غاديوكا بافهم على الانستغرام ولا على اليوتيوب زيدا ثمانية الستة ثمانية الستة واسعة عشان دقيقة نرجع معيكم بعد شوية اشتركوا في القناة